بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حيلة غريبة لجأ إليها العلماء والباحثون للحد من عمليات تجري في غابات الأمازون. صناديق صغيرة تعانق جذوع الأشجار وتعمل بالذكاء الاصطناعي هي السلاح الأخير الذي اتبعه العلماء والمدافعون عن البيئة في ولاية أمازونس الشمالية في البرازيل. هذه الصناديق المبرمجة مسبقاً تتعرف فقط على أصوات المناشير والجرارات أو أي شيء آخر يمكن أن يتسبب في إزالة الأشجار كالحشرات أو الحرائق وترسل إشارات لاسلكية للتحذير من وجود خطر في الوقت الفعلي للتهديد على عكس البيانات الواردة من الأقمار الصناعية التي لا تكشف عن إزالة الغابات إلا بعد حدوث الضرر. بعد ورود تفاصيل التهديد وموقعه داخل الغابة، تتوجه الفرق المدربة فوراً إلى حيث يقع وتعمل على منع قطع الأشجار أو احتراقها. هل تعتقدون أن بإمكان الذكاء الاصطناعي إنقاذ غابات الأمازون؟ ترجمة نانسي قنقر